اشتركوا في القناة في الفصل الدراسي التاني ووضحنا ان احنا هيكون عندنا وحدتين اساسيتين لتخصص الحاصلات البستانية وحدة اعداد الارض لزراعة اشجار الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المكشوف والزراعات المحمية والوحدة التانية زراعة اشجار الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المكشوف والزراعات المحمية وضحنا في البداية ورجعنا مع بعض بعض المفاهيم الخاصة بمنظومة الجدارات المهنية يعني ايه جدارة ويعني ايه مخرج تعلم ويعني ايه معيار اداء ويعني ايه دليل تساؤل يعني ايه بطاقة ملاحظة احنا هنستكمل مع بعض حلقتنا النهاردة ان شاء الله وحتكون مخصصة لوحدة زراعة اشجار الفكهة وحنكمل فيها الجزء اللي احنا وقفنا عنده الحلقة اللي فاتت عن طرق زراعة اشجار الفكهة واحنا بنشتغل مع بعض واضحنا ان اشجار الفكهة بصفة عامة بيعمل تأسيم لاشجار الفكهة حسب استمرار وتساقط الاوراق اللي موجودة على النبات الى نوعين اشجار فكهة ونباتات متساقطة الاوراق ديت مجموعة من النباتات بييجي في فترة السكون فصل الشتاء بتتساقط جميع الاوراق اللي موجودة على النبات نتيجة دخول النبات ده في طور راحة او طور سكون ومجموعة تانية من النباتات هي النباتات التي تستمر خضراء طوال العام ولا تدخل في مرحلة سكون واحنا سمينا النوع ده من النباتات مجموعة النباتات مستديمة الخضرة وضحنا مع حضراتكم ان كل نوع من هذه الانواع سواء كانت متساقطة الاوراق خدنا امثلة ليها ونباتات مستديمة الخضرة خدنا امثلة ليها وضحنا لما انا اجي كعامل فني في مجال انتاج الحصولات البستانية اعمل نقل الشتلة من الارض او من الاكياس اللي مزروعة فيها الى الارض المستديمة لازم اكون انا عارف نوع الشتلة حسب استدامة الورقة لان هنا لو النبات اللي عندي نبات متساقطة الاوراق لابد ان يتم او يجوز نقل النبات ملشا من الارض يعني بلا بيتخرج الجزور عارية ويتم اعادة زراعة النبات مرة تانية وتنجح زراعة الشتلات في هذه الحالة اما لو كان عندي نبات مستديم الخضرة شجرة مستديمة الخضرة او شتلة شجرة مستديمة الخضرة سواء كانت فكهة او نباتات زينة عند نقلها لابد ان يتم نقلها بصلايا يعني بكتلة من الطين او كتلة من الطربة ملاصقة للجزر اللي موجود بجوار النبات وانا بخص هنا لو كانت الشتلة مزروعة في ارض المشتل او يتم نقلها من الارض المزروعة فيها الى ارض اخر يبا احنا هنا عندنا طريقتين في العموم لنقل الشتلات طريقة تسمى نقل الشتلات بصلايا وطريقة تسمى نقل الشتلات عن طريق الملش نقل الشتلات بصلايا تجوز للاشجار المستديمة الخضرة وتجوز ايضا للاشجار المتساقطة الاوراء اما الاشجار المستديمة الخضرة لا يجوز نقلها ولا يصح نقلها الا بصلايا حنشوف مع بعض بطاقة الملاحظة اللي كانت موجودة معانا في اول حاجة اللي هي خاصة بزراعة الشتلات في الخنادق واول جزء عندي يزرع الشتلات بصلايا طبقا للارشادات عشان اكون عارف ايه هي الخطوات اللي هيتم تقييمي على اساسها عشان ازرع شتل بصلايا من شتلات نباتات الفكهة اول حاجة لابد ان يتم تجهيز الادوات اللي بيتم استخدامها يعني انا اول حاجة هدور عليها او اول حاجة هقيم حضرتك عليها والزميل في المدرسة هيدربك عليها ازاي تجهز الادوات اللي هيتم الاستعانة بيها لاجراء عملية نقل الشتلات بصلايا طيب انا هنا لو انا عايز انقل شتلة من مكان الى مكان اذا كانت مزروعة في مشتل وعايز ايتم اقتلاعها وانقلها للارض المستديمة ما هي الادوات اللي محتاج ان انا اكون مستخدمها احتاج فأس احتاج لوح تقليع هحتاج مقص عقلة هحتاج لو النبات اللي عندي فيه كتلة هحتاج جزء من الحبال لربط الاغصان الخاصة بالنبات ممكن احتاج قطعة من الخيش المبلل للف منطقة الجزور بيها يبقى انا هنا اول حاجة هعملها ان انا هجهز الادوات اللي هيتم الاستعانة بيها الحاجة التانية الشتلة اللي انا هشيلها هيتم وضعها في الارض المستديمة فبيتم تحديد مسافة الزراعة اللي بيتم بعملها بين الجورة والاخرى وهنا فيه سؤال هل تختلف مسافات الزراعة ما بين الاشجار وبعضها اه تختلف المسافة اللي بيتم زراعة الاشجار بينها وبين بعضها واوضح مثال عندنا اشجار من ضمن الاشجار نباتات الفكهة شجرة المنجو اشجار المنجو الكبيرة من الاصناف القديمة كانت بتزرع على مسافات كبيرة اما الاصناف الحديثة زي صنف الكيت بيتم زراعتها على مسافات قريبة يبقى انا هنا برضو كان راجل شغال في مجال انتاج الحاصلات البستانية لابد من اكون عندي معرفة بمسافات الزراعة المسلئ اللي يجب توفرها بين الزراعة بين الشتلات والاخرى وايضا نظام الغرس الذي متبع في البستان خاصة في بساتين الفكهة يبقى بداية بيجهز الادوات ثانيا بيتم تحديد المسافة بين الجورة والتاني الحاجة اللي بعد كده انا جهزت الادوات وحددت المسافة بيتم تنفيذ عمل الجور انا ببدأ بعد كده انفز الجورة بتاعتي يعني اعمل الجورة على الابعاد المطلوبة المناسبة لزراعة نوع الشتل اللي موجود عندي بعد كده بيتم وضع الشتل في الجورة وبيتم الترديم حول النبات او حول الشتل ثم تجرى عملية الرأي يبقى هنا عندي ست خطوات رئيسية بيتم تنفيذهم للحكم على مهارة زراعة الشتلات بصلايا كاحد خطوات او احد المهارات الخاصة بزراعة الشتلات في الخنادي الحاجة التانية الزراعة الشتلات عن طريق الملش يعني اللي هي انا بيتم اقتلاع الشتل من الارض بدون اي كمية من الطربة في منطقة الجزور طيب هنا بيعمل ايه بيتم تجهيز الادوات المطلوبة وبعد كده بيتم تقليم الشتل قبل الغارس بالطريقة المناسبة يعني انا بخفف جزء من المجموع الخضري بيتم تحديد مسافة الزراعة طبقا للتعليمات بيتم وضع الشتل وتثبتها ثم اجراء عملية الرأي يبقى هنا انا عندي لزراعة الشتلات في الخنادي بيتم زراعة الشتلات في الخنادي بطريقتين يأما زراعة ملشي يأما الزراعة بصلاي نستكمل مع بعض الجزء الخاص في زراعة الشتلات في الخنادي الجزء الخاص بتركيب الدعمات والجزء الخاص بتركيب الكياب ده حيكون موضوع حلقة تانية ان شاء الله بس نكمل مع بعض الجزء الخاص بزراعة اشجار الفاكهة عندي جزء احنا قلنا شتالات الفكهة بصفة عامة او شتالات الاشجار بصفة عامة احنا هنا عندنا شتلة انا عشان يتم زراعة الشتلة لكي يتم زراعة الشتلة بشكل جيد لابد ان انا انظر اين تم زراعة هذه الشتلة او الشتلة دي اتموجودة فين عشان ايتم عملية الزراعة او يتم نقلها الى الارض المستديم اول حاجة انا بدور عليها اذا كانت الشتلة اللي عندي مزروعة داخل اكياس اذا كانت الشتلة اللي عندي مزروعة داخل اكياس يعني سواء كانت اصص او اكياس بلاستيك او اصص من الفخار او كل هذه العبوات بتمكني من تفريغ العبوة ونقل الشتلة الى الارض المستديمة بدون الحاجة الى ادوات التقليع المختلفة اللي بتم من خلالها اقتلاع الشتلات من الارض المستديم طيب هنا يبقى هنا لو الشتلة اللي عندي تم زراعتها داخل اكياس بيبقى عندي مفيش مشكلة في نقل الشتلة من مكان زراعتها الى مكان الارض المستديمة لان هنا الشتلة بتبقى بالنسبة لي في حالة من الامان ودي يمكن جزئية احنا بنحاول ننادي بيها ان اي حد شغال في مجال انتاج الشتلات يفضل انتاج الشتلات داخل اكياس لان نسبة نجاحها عند نقلها الى الارض المستديمة بتكون افضل هنا في حالة زراعة الشتلة داخل اكياس يتم نقل الشتلات سواء كانت متسقطة الأوراق أو مستديمة الخضرة ممكن يتم نقلها في أي وقت من السنة مع تجنب فترات اللي بيكون موجود فيها ارتفاع درجات الحرارة يبقى أنا عندي أول نوع من الشتلات إذا كانت الشتلة اللي عندي مزروعة فيين مزروعة في أكياس الحالة التانية إذا كانت الشتلة مزروعة داخل أرض المشتل يبقى هنا حيتم استخدام الأدوات لإقتلاع هذه الشتلة ثم يتم نقلها إلى الأرض المستديمة زي ما حنشوف مع حضرتكم يبقى بالنسبة للشتلات الأشجار فيه شتلات عندي بتكون مزروعة داخل أكياس والنوع التاني الشتلات المنزلعة في أراضي المشتل ونشوف مع بعض مجموعة من الصور اللي بتوضح شكل الشتلات اللي موجودة في أكياس وشكل الشتلة اللي موجودة في أرض المشتل هذه نوع أو أكياس مزروعة فيها شتلات لأشجار البرتقان ونبات البرتقان كأحد شتلات الموالح من النباتات المستديمة الخضرة وهنا في حالة زي جديت أنا ممكن أنقل الشتلة في أي وقت من السنة باختلاف المواسم أنا ما يهمليش لأن هنا أنا بحافظ على المجموعة الجزري أو المجموعة الجزري كامل بيكون موجود محمي داخل هذا الكيس لما نتكلم بعد كده ونشوف بيتم عملها إزاي؟ بيتم قطع الكيس ووضع الشتلة بالجزء الطربة الملاصق لها أو المحيط بالمنطقة الجزور في الأرض المستديمة النموذج الثاني عندي أحد أنواع شتلات شتلات نباتات الزينة ودي أيضا مزروعة في أكياس من البلاستيك ودي يكون حجمها صغير برضو نفس الكلام بيتم نقل هذه الشتلات في أي وقت من السنة بعد تجهيز أماكن الزراعة الخاصة بها عندي أيضا دي صورة بتبين شتلات لنباتات الزيتون ودي نمازج من أشجار الفكهة المستديمة الخضرة وبالفعل بيتم زراعة هذه الشتلات وبتكون نسبة نجاحها عالية لأن هنا أنا بحافظ على المجموع الجزري في المنطقة دي اللي هي منطقة الجزور وبيكون كمية الطربة الملاصقة للجزري المستمرة معايا وبيتم وضعها في الأرض المستديمة وبتكون نسبة النجاح عندي أيضا نسبة مرتفعة أدي نموذج من نمازج ده حقل مستديم لأشجار المنجو ولكن هنا لو أنا عندي إمكانية أو عندي صلاحية أن ننقل هذه الشتلة من مكانها إلى المكان آخر شتلة المنجو أو نبات المنجو من أشجار الفكهة متساقطة الأوراق يبقى ممكن يتم نقل هذه الشتلات في فصل الشتة نبات المنجو من النباتات المستديمة ولكن بيحصل عندي مشكلة نبات لا يتحمل درجات الحرارة المنخفضة فيفضل نقلها بصلايا يعني بيتم الحفر الجور ونقل هذه الشتلات من مكانها إلى المكان المستديم يبقى أشجار المنجو أشجار مستديمة الخضرة أشجار المنجو أشجار لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة وعشان كده بيتم نقلها بصلايا الجزء اللي عندي بعد كده ده نموذج لأحد شتلات العنب وأيضا تم زرعتها داخل أكياس هنا عشان يتم نقل الشتلات لأشجار المتساقطة الأوراق حنشوف مع بعض ما هي أهم الخطوات اللي يجب علي اتباعها لنقل شتلة من شتلات النباتات متساقطة الأوراق قلنا نباتات متساقطة الأوراق هي نباتات بيتم تساقط الأوراق من على النبات في فصل الشتة النموذج اللي عندي لو قلنا نبات التفاح نبات الكمترة نبات الرمان نبات العنب أشجار التوت دي كلها نباتات بتتساقط أشجار البونسيانة دي نباتات بتتساقط عليها الأوراق في فصل الشتة وتدخل في طور سكون لكي تنجح زراعة هذه الشتلات لابد من اتباع الخطوات اللي هنشوفها مع حضراتكم أول خطوة عندي نموذج حيبيللي إيه الفرق بين الشتلة في حالة نبات في حالة الربيع أو موسم الاخضرار والازدهار للنبات ودي شتلة النبات في حالة تساقط الأوراق من عليها بتظهر أشتلات أو الأشجار عالية تماما من الأوراق زي موجود على الصورة اللي ناحية اليمين ودي الشتلة في حالة موسم الزهار والإثمار في فصل الربيع بيكون عليها الأوراق في حالة الاخضرار التام يبقى هذه نموذج في فترة السكون وأدي نموذج في حالة النمو بيتم نقل الشتلات المتساقطة وهي في فترة السكون أي في فترة الشتة وأوائل الربيع ولكن يفضل نقل هذه الشتلات في بداية مواسم نموها قبل أن تبدأ البراع نشاطها وتفتحها بوقت قصير والكلام ده بيكون غالبا في شهر فبراير يبقى الشتلات الفكهة المتساقطة الأوراق بيتم نقلها في فترة السكون قبل تفتح البراعب يبقى أنا لو عندي شتلة من النباتات المتساقطة الأوراق أنا عيني على البراعب الخاصة بالنبات وبيفضل نقل هذه الشتلات قبل بداية تفتح البراعب وإحنا هنعرض لحضراتكم نموذج لأحد البراعب في النبات وحنوضح الصورة إمتى البراعب يتفتح ويكون شكله إزاي وإمتى البراعب بيكون ساكن ويكون شكله إزاي أدي صورة معانا لنبات العنب وأدي الصورة بتبين لي البراعب الخاص بنبات العنب وهو في فترة السكون برعب بيكون ساكن لم يصل إلى مرحلة النضج بعد يعني لسه في فترة السكون وهنا البرعب الساكن دوت بعد كده حنشوف صورة تانية برضو أيضا لنبات العنب وأدي البراعب الجزء ده هو دهوت هو الخاص بالبرعب في مرحلة السكون هذا البرعب بعد كده اللي بيتم من خلاله أو عند نشاطه بيتفتح وبيخرج منه السيقان الخاصة بالنبات أدي البرعب بدأ في مرحلة التفتح يعني هنا بدأ ينشط جزئيا بعد كده أدي البرعب بعد بداية النشاط في مصر الربيع وبداية خروج النموات الخضرية الجديدة هنا عندي ثلاث صور وتلاث مراحل أدي الصورة بعد البرعب ما تم نموه وأدي البرعب في بداية التفتح وأدي البرعب في مرحلة السكون يبقى هنا لو أنا حنقل شتلة من شتلات نباتات العنب هل يجوز نقلها في أي مرحلة من المراحل السلاسة هل يجوز نقلها وهي براعمها لم تتفتح بعد ولا بعد بداية التفتح ولا عند تمام التفتح نبات العنب من النباتات المتساقطة الأوراق وهو نموذج من النباتات اللي معانا يتم نقل شتلات العنب في فصل الشتة فترة السكون يفضل أن يتم هذه العملية في شهر فبراير وتتم قبل تفتح البراعم للحصول على أفضل نسبة من النجاح يبقى لو عندي شتلة متساقطة الأوراق وتم عرضها علي عشان أعمل عليها مهارة نقل الشتلات لابد أن أنا أراعي أن هذه الشتلة يتم نقلها إمتى يتم نقلها في فترة السكون وقبل تفتح البراعم طيب نشوف بقى الطريقة اللي بيتم بيها نقل الشتلة بيتم نقل الشتلات المتساقطة الأوراق بطريقة إحنا قلنا اسمها طريقة الملش وطريقة الملش معناها أن بيتم نقل الشتلة بدون طربة حول المجموع الجزري لقون هذه الشتلة خالية من الأوراق يبقى عندي الشتلات المتساقطة الأوراق يتم نقلها ملش والكلام ده هنا على العموم لو أنا كراجل عندي حديقة منزلية خاصة وعندي أحد الشتلات اللي مزروعة عندي في البيت وهذه الشتلة كانت متساقطة الأوراق يجوز اقتلاع الشتلة من الأرض ونقلها من مكان إلى مكان عند سقوط الأوراق من عليها خلال شهر فبراير ولكن يراع تخفيض المجموع الخضري زي ما هنشوف الخطوات هيتم تنفيذها زي بيتم تخفيض المجموع الخضري تقريبا إلى التل حتى يتم عادة تكوين الجزور مرة تانية اللي هيتم اقتلاعها من الطربة ويعود النبات أو تعود هذه الشتلة إلى النمو مرة أخرى نشوف شكل الشتلة كده لأثناء عملية الاقتلاع من الطربة أدي الشتلة في فترة السكون خالية تماما من الأوراق وبيتم اقتلاعها زي ما احنا شايفين أدي منطقة الجزور وبيتم الحفر بجوار هذه الشتلة ونقلها من الأرض بدون أي كمية من الطربة في منطقة انتشار الجزور أدي نموذك تاني برضو بيوضح معايا الشتلة بعد ما تم اقتلاعها وبيتم زراعتها بيتم وضعها في الجورة وبيتم تغطية هذه الجزور بكمية من الطربة ثم تجرى لها عملية الري مرة تانية يبقى بعد ما اقتلاعها الشتلة بيتم وضعها في الأرض وترديم حواليها وبعد كده بيتم عمل الري لهذه الشتلة نجي نشوف خطوات تقليع شتلات الفاكهة المتساقطة الأوراق والمنزلعة بأرض المشتل يبقى احنا هنا هنتكلم على الخطوات الفنية اللي حتم وبيها يتم نجاح نقل الشتلة متساقطة الأوراق من الأرض المزروع فيها المشتل إلى الأرض المستديمة وبراعي هنا حاجة اننا ما بتكلمش على الشتلات المزروعة داخل أكياس انا هتكلم على الشتلات اللي تم زراعتها في أرض المشتل نشوف أول خطوة مع بعض بيتم رأي أرض المشتل المنزلعة بشتلات الفاكهة المتساقطة الأوراق ثم تترك حتى تجف الجفاف المناسب يبقى أول خطوة من الخطوات اللي حيتم تنفيذها لكي يتم نجاح نقل الشتلة أن يتم رأي الأرض المزروعة بالشتلات ثم تترك هذه الأرض لكي تجف الجفاف المناسب تب ليه أنا عملت عملية الري وليه تركتها حتى تصل إلى مرحلة الجفاف بيتم عملية الري حتى تستطيع الشتلة أو تأخذ الشتلة كمية من الماء يتم وجودها داخل احتفاظها داخل أنسجة النبات ثم بعد ذلك تترك لكي تتم التربة أو تجف التربة الجفاف المناسب حتى يسهل اقتلاع الشتلة من التربة مع المحافظة على أكبر كمية من الجزور دون التعرض للتلف يبقى أول خطوة معايا أنني بيتم رأي الشتلة أو رأي المشتل أو رأي الأرض المزروعة بيها الشتلات ثم تترك فترة حتى تتجف التربة الجفاف المناسب الخطوة الثانية بيتم الحفرة حول الشتلة باستخدام الواحة التقليع أو باستخدام الفاس يبقى هنا أنا بيجيب زي ما احنا قلنا في أول خطوة أن أنا بجهز الأدوات الأدوات اللي أنا هحتاجها في هذه العملية بحتاج لوح تقليع بحتاج فاس ولوح التقليع والفاس بيتم استخدامهم لخل خالة التربة حول منطقة انتشار الجزور مع ملاحظة الحذر أثناء التقليع حتى لا تتقطع كمية كبيرة من الجزور هنا واحد يسألني أنا هنا عشان أحافظ على منطقة انتشار الجزور هنا في ملحوظة مهمة جدا أنا كراجل فني في مجال الحصانات الجستانية لما تيجي تحفر على شتلة عشان تنقلها يفضل أن يتم ترك مسافة حول الجزع الرئيسي بتاع النبات حوالي 30 سنطي في دائرة قطرية يبقى هنا بيتم الشتلة موجودة عندي بقيس مسافة حوالي 30 سنطي وبيتم بعد كده الحفر خارج هذه المنطقة للمحافظة على منطقة انتشار الجزور ويتم تقليل الجزور المتهتكة أو المتقطعة أثناء عملية الاقتلاع لأقل كمية ممكنة يبقى قولنا أول حاجة الري ثانيا الحفر حول الشتلة لسهولة اقتلاع الشتلة من الطرب الخطوة الثالثة بيتم سحب الشتلة بهدوء باستخدام اليد كما يمكن الاستعانة بلوحة تقليع أيضا يبقى هنا بعد ما رويت حفرت حول الشتلة أصبحت الشتلة في إمكانية أننا ممكن اقتلاعها من الطرب بيتم اقتلاعها بشيء من الرفق هنا سؤال حدي ممكن يقول لي طيب أنا لو حفرت وشلت الشتلة بما حول الجزور من الطربة هل هذا خطأ؟ لا ممكن حضرتك تنقل الشتلة باستخدام الجزء الملاصق للشتلة من الطربة حتى لو كانت شتلة متساقطة الأوراق وده بيديني زيادة في نسبة نجاح الشتلات زي ما حنشوف في الفيديو اللي حيوضح طريقة النقل للشتلات مع بعض الخطوة الرابعة بيتم إزالة الطربة من على الجزور إن وجدك يعني يتم إزالة كل الطراب اللي موجود حول منطقة انتشار الجزور ثم بعد ذلك تزال السلطنات والأفرع الجانبية الرفيعة القريبة من سطح الطربة اللي موجودة بجوار الشتل يبقى هنا روية الأرض درجع مع بعض يتم الري ثم يتم الحفر حول الجورة ثم يتم اقتلاع الشتلة ثم يتم إزالة الطربة من حول منطقة انتشار الجزور ثم يتم إزالة السلطنات والأفرع الجانبية الرفيعة القريبة من سطح الطربة الخطوة اللي بعد كده بيتم تقليم الجزور المهشمة والمجروحة إحنا في البداية وإحنا بنتكلم عن الأدوات قلت لحضرتك حتستخدم معاك مقصة عقلة مقصة عقلة جاء الوظيفة بتاعته هنا هو عند اقتلاع الجزور وعند الحفر في منطقة انتشار الجزور في بعض الجزور يتم تهتكها وتهشمها أثناء عملية الحفر هذه الجزور المتهتكة والمتهشمة وجودها مع النبات بتكون عرضة للإصابة بالأمراض الفطرية مما يؤدي إلى إحدوث عفن في منطقة انتشار الجزور تبا نتغلب على هذه الظاهرة إزاي؟ إن أنا باستخدام مقصة عقلة يتم التخلص من الجزور المقطوعة والمكسورة والمتهشمة يعني بيتم تهزيب منطقة الجزور باستبعاد الجزور التالفة من منطقة انتشار الجزور باستخدام إيه؟ باستخدام مقصة العقلة يبقى وإحنا شغالين في الخطوات مع بعض بنعدد الأدوات وبنقول كل أداء من هذه الأدوات كيف يتم استخدامها برضو للتذكرة إن الأدوات اللي بيتم استخدامها بعد الانتهاء من استخدامها بيتم تنظفها جيدا ثم طلاء السلاح القاطع زي ما موجود في مقص العقلة باستخدام زيوت حتى لا تتعرض للصدق وأيضا إذا حاسينا إن سلاح المقص حدث له نوع من البطء في عملية التنفيذ فيتم استخدام مسلنات خاصة لسن أسلحة هذه الأدوات الحاجة التانية والمهمة جدا واللي حنركز عليها وحنراجع فيها مع حضراتكم يتم ارتداء مهمات الصحة والسلامة المهنية عند تنفيذ أي مهارة من المهارات ودي حاجة احنا خلاص تعودنا عليها لأنها أصبحت مكون رئيسي من مكونات الجدارات المهنية اللي هي مكون الصحة والسلامة المهنية أنا هنا عايز أنفذ مهارة عملية داخل المشتن هاستخدم أدوات فيها سلاح قاطع فبيتم استخدام جوانتي بيحمي أدية من الأسلحة القاطعة هأنزل الطربة والأرض اللي عندها هيتم التعامل بيها فبيكون عندي لابس الجزمة أو الحزاء الواقي اللي بيسموه البوت أو اللي بيكونوا بواقي القدم حاجة الثالثة أنا بستخدم بتعامل مع أشجار وفها فروع ممكن أستخدم نضارة بتحمي عناية من الفروع وأيضا يتم استخدام أو ارتداء الأفرول الخاص بإجراء العملية الخاصة بعملية اقتلاع الشتلات الخطوة الرابعة السابعة وآخر خطوة بيتم وضع الجزور في كمية من الطربة أو الطربة المزابة في الماء اللي احنا بنسميها عملية تسمى عملية الترويب بيتم ترويب الجزور في روبا من الطين وآخر حاجة بيتم لف كل مجموعة من النباتات في حزمة ويتم تغطيط منطقة الجزور بقش الأرز المبلل ثم ترسل إلى المكان الزراعة ويتم زراعتها في الأرض المستديمة إيبا احنا هنا وضحنا مع حضراتكم ما هي الخطوات النموذجية لنقل شتلة من مكان زراعتها في أرض المشتل إلى المكان المستديم وهذه الشتلة من شتلات النباتات المتساقطة الأوراق احنا قلنا أني عندي طريقة نقل الشتلات ملش يعني بيتم نقل الشتلة والجزور عارية تماما من الطربة بس هنا بوضح برضو نقطة لحضراتكم إذا تم نقل الشتلات والجزور بتاعت فيها منطقة الجزور فيها الطربة هذا لا يدير على الإطلاق ولكنها أيضا تعتبر عامل من عوامل نجاح نقل هذه الشتلات من الأرض المشتل إلى الأرض المستديم ولكن الخطوات زي ما هي تم سردها أول حاجة بيتم ري الأرض ثم تركها حتى تصل إلى مرحلة الجفاف المناسب نملا اتنين بيتم اقتلاع الشتلات أو يتم الحفرة حول الشتلة بيتم اقتلاع الشتلات بيتم إزالة الطربة ثم يتم تهزيب الشتلات ثم يتم إزالة السرطانات والأفرع الجافة حتى نصل في النهاية إلى لف كل من النباتات في حزمة ويتم تغطية الجزور بقش الأرض المبلل ثم ترسل للمكان أزرع نشوف مع بعض فيديو بوضح لحضراتكم إزاي بيتم عملية نقل الشتلات النموذج اللي معانا هنا نموذج لأحد أنواع النباتات متساقطة الأوراق ولكن هنا بيتم نقل هذه الشتلات باستخدام حرفية خاصة هنا بيتم نقل الشتلة إلى الأرض المستديمة زي ما احنا وضحنا أن بيتم تحديد مسافة بين منطقة زراعة الشتلات إلى منطقة الأراضي المستديمة بابعد عن منطقة انتشار الجزور مسافة حوالي 30 سنطي في دايرة قطرها 30 سنطي حول الشجرة بيتم تحديد هذه المسافة باستخدام خيط بعد كده باستخدام لوحة تقليع زي ما احنا شايفين بيتم تحديد المسافة حول منطقة انتشار الجزور ثم يتم بعد ذلك الحفر بعد مسافة 30 سنطي بيتم الحفر لو احنا لاحظنا هنا العامل اللي بيقوم بهذه العملية متابع كل قواعد الصحة والسلامة المهنية لابس الجوانتي في ايديه وقادي النظارة وقادي واقع الرأس اللي هو الكاب وعندي أيضا الحزاء الخاص اللي بيحافظ على القدم بيتم الحفر زي ما احنا شايفين في حول الشتلة في منطقة بعيدا عن منطقة انتشار الجزور الحفر بيكون بصورة دائرية النموذج اللي معنا هنا ودي باستخدام مقص العولة تم تهزيب الجزور اللي تم تهتكها نتيجة عملية الحفر باستخدام لوح التقليع الخطوة اللي بعد كده هنا بيتم تسبيت قطعة من الخيش حول الجزء الخاص بالشتلة حتى يتم المحافظة على الطربة بدون ان تابع عن منطقة انتشار الجزور وزي ما احنا وضحنا ان احنا في هذه الحالة بيتم الاحتفاظ بكمية الطربة في منطقة انتشار الجزور للمحافظة عليها بعد كده بيتم ربط الخيش على الطربة حتى لا يتفكك ويحدث مشكلة اثناء عملية النقل هللاحظ هنا في حاجة ان الجزر الرئيسي للشتلة لازال مستمر في الطربة كما هو يعني احنا عملنا حفر حول منطقة انتشار الجزور ولكن الجزر الرئيسي لسه لازال موجود في الطربة وهو الجزر الرئيسي اللي موجود مقابل لمنطقة الساق الخاصة بالنبات يبقى هنا تم تحديد مسافة 30 سنطي بعيدة عن الشجرة اهد الجزء المرحلة الاخيرة اللي احنا كلمنا فيها هي بيتم القطع الجزء الخاص بالجزر الرئيسي وبعد ان يتم فصل الجزر الرئيسي بيتم طبعا الجورة عميقة الى حد الماء وكتلة التربة بيتمثل عاق او ثقل بيتم ردم التربة جزئيا بعد كده بيتم امالة الشتلة عليها وبعد كده بيتم استخراج هذه الشتلة من الحفرة بعد كده بيتم تجهيز جورة خاصة بيها وينقلها للزراعة في الاراضي المستديم يبقى الكلام ده احنا بنوضح هنا ان هذه العملية تمت زي ما احنا شايفين لشتلات متساقطة الاوراق يبقى هنا عندي الشتلة اللي عندي متساقطة الاوراق هنبص هنا النموذج مرة تانية لأحد الشتلات ايضا وحنشوف هيتم اقتلاعها ازاي بيتم الحفر حول الشتلة وبيتم تهزيب او ازالة الجزء الخاص بالجزور المقطوعة او المتهتكة بعد كده بيتم لف هذه الكتلة من الطين باستخدام الخيش وبيتم ربطها واستخراجها من الطربة ثم يتم بعد ذلك نقلها الى الارض المستديم يبقى اخر جزء احنا وضحناها لحضراتكم في الجزء الخاص بهذا الفيديو ان احنا عندنا فيه طريقة ممكن احنا نعملها طريقة زراعة الشتلات او نقل الشتلات من مكان المشتل الى الارض المستديمة وهنا بنلاحظ مع حضراتكم حاجة مهمة جدا احنا قلنا اننا بتتبع مجموعة من الخطوات الهدف منها المحافظة على سلامة الشتلة والحصول على اكبر نسبة نجاح لنقل الشتلات من مكان الزراعة الى المكان المستديم يبقى هنا وضحنا لحضراتكم اول جزئية مهمة فيها زراعة او نقل الشتلات من الارض المشتل الى الارض المستديمة واحنا قلنا اول نموذج عندي هي زراعة الشتلات او نقل الشتلات ملش بس هنا الجزء اللي احنا عرضنا لحضراتكم نظرة لان الشتلات دي لاشجار كبيرة العمر يفضل ان يتم نقلها باستخدام جزء او بالاحتفاظ بالجزء من الطربة الموجود حول منطقة انتشار الجزور هنرجع مع حضراتكم الخطوات مرة تانية عشان نشوف الحاجات الفنية اللي ممكن حضرتك ممكن تخطأ فيها اثناء تنفيذ هذه المهارة اول حاجة معانا اننا بجهز الادوات الخاصة باجراء هذه العملية وحيدخل ضمن هذه الادوات معدات الصحة او ادوات الصحة والسلامة المهنية الحاجات الخاصة بحماية حضرتك اثناء تنفيذ المهارة العملية هنحتاج واقي قدم بوت هنحتاج جوانتي خاص بالايدي ممكن نحتاج نظارة لحماية عينية واقي للرأس وممكن نحتاج الافرول كأداة من الادوات المساعدة للمحافظة على سلامة العامل اثناء تنفيذ هذه المهارة هشوف الادوات المطلوبة معايا انا هيتم حفر جوار فممكن احتاج الى فأس وكوريك هحتاج الاقتلاع الشتلة فهستخدم لوح تقليع هحتاج مقصة عقلة للتخلص من الجزور المتهشمة في منطقة انتشار الجزور فهحتاج مقصة عقلة ويكون المقصة دوت جيد تب ما من اين يتم الحصول على هذه الادوات احنا وضحنا مع بعض لما جيناتكلمنا في وحدة المشاتل في الفصل الدراسي الاول ان جميع الادوات الخاصة بالمشتل بيتم تخزينها داخل المشاتل الحاصلات البستانية وقلنا ان الادوات دي بيتم تخزينها بشكل جيد بيتم تخزينها بعد ازالة ما عليها من اتربة بيتم تخزينها بعد سن الاسلاحة وطلاء السلاح بالزيد حتى لا تتعرض للصدق يبقى هنا انا عارف ان الادوات موجودة داخل المشتل بيتم استخراج هذه الادوات والاستعانة بيها لتنفيذ الخطوات اللي احنا هنقولها اول خطوة قلنا حد يرجع معايا ويكون مركز معايا من بداية الحلقة اقولنا اول حاجة بيتم ري الارض ري بصورة جيدة ثم تترك التربة حتى تجف الجفاف المناسب بعد كده بيتم باستخدام لوحة تقليع يتم حفر خندق حول الشتل على بعد بين الخندق وبين جزع الشجر الرئيسي حوالي مسافة 30 سنتي بنقول ليه دايرة نصف قطرها 30 سنتي لان مسافة اكبر منطقة فيها مساحة لامتشار الجزور هي مساحة 30 سنتي تبعد عن جزع الشجرة حوالي 30 سنتي بعد الحفر بعد 30 سنتي وعند العمق المناسب بيتم اقتلاع الشتلة في حالة الرغبة في نقل الشتلة بدون تربة بيتم اقتلاع الشتلة تماما بعد كده بيتم ازالة بقايا الاتربة اللي موجودة حول الشتلة بيتم ازالة السرطانات والافرع الجانبية بعد كده بتجرى عملية تهزيب لمنطقة انتشار الجزور وازالة الجزور اللي تم تقطعها من مكانها الى الابل لنقلها الى الارض المستديمة وقلنا ان ازالة الجزور المتهتكة والمتهشمة بتكون عامل من عوامل نجاح نقل الشتلات لان هذه الجزور اذا تعرضت للاصابة او ظلت مع الشتلة بتكون عرضة للاصابة بالاعفان مما يؤدي الى موت الشتلة لو لم يتم رعايتها بشكل جيد يبقى هنا بعد كده بيتم ترويب الشتلة ان بيتم وضع الجزور في كمية من الطين المزاب في الماء بيسميه الروبة بعد كده بيتم تقطية الجزور بقشو الارض المبلل او بالخيش المبلل وبيتم ربطها في حزم ونقلها الى الارض المستديمة ثم يتم عمل الجور او عمل الخنادق وعمل الحفر الخاصة باجراء عملية ازرع طب هنا سؤال مهم جدا احنا قلنا ان في النموذج اللي احنا عرضناه او في الشرح الفيديو اللي احنا عرضناه ان تم نقل الشتلة باستخدام الصلايا او كتلة من الطين بالرغم ان هي شتلة متساقطة الاوراق هنا لو انا عندي رغبة في نقل عدد كبير من الشتلات من منطقة الى منطقة اخرى والشتلات اللي عندي ديه شتلات متساقطة الاوراق هل هيكون عندي من الناحية الاقتصادية ان يتم نقل الشتلات باستخدام هذه الكتلة من الطين بجوار كل شتلة من الشتلات طبعا هتبقى هنا هنا في مشكلة لان الكتل التربة المحاطة بمنطقة انتشار الجزور هتسبب ثقل اثناء عملية النقل وايضا هتحتاج الى مساحة اكبر فهنا يفضل نقل الشتلات مالشا بدون اي نوع من انواع الطربة وقلنا هنا اذا كانت عندي الشتلات الخاصة بالنباتات من الشتلات النباتات المتساقطة الاوراق نشوف مع بعض نموذج تاني من النمازج او الالات المستخدمة في نقل الشتلات ودي نموذج بيتم استخدامه لنقل الشتلات سواء كانت متساقطة الاوراق او مستديمة الخضرة ودي بيكون الات عملاقة الات خاصة بيتم زي ما احنا شايفين الالة بيتم اقتلاع الشتلات بالكامل بتعمل هي ازالة لمنطقة انتشار الجزور وبيتم عمل حفرة بنفس الالة بتفرغ نفس المساحة اللي تم بيها نقل الشتلات ويتم بعد كده نقل الشتلات الى الارض المستديمة ادي شجرة كاملة وادي نخلة من نخيل الزينة هيتم اقتلاعها بنفس الطريقة المكينة بيتم نزولها الى منطقة انتشار الجزور على اعماق معينة محددة بعد كده بيتم ازالة الشتلات من الارض بكتلة الطربة وبعد كده بيتم نقل هذه الشتلات او هذه النخلة او هذه الشجرة من مكانها الى المكان الاخر بس يكون في مرحلة سابقة تم باستخدام نفس هذه الالة عمل حفرة بنفس الابعاد ليتم وضع هذه الشجرة فيها مرة تانية باللاحظ هنا ان الشجرة بيتم نقلها من مكان الى مكان دون تعرض هذه الاشجار الى اي نوع من انواع الضرر او اي نوع من انواع التلف لان هي تم نقلها باستخدام منطقة الجزور الخاصة بيها منطقة الجزور لم يحدث لها خلخلة لان تم الاحتفاظ بيها بجوار الشتلات بشكل جيد وبعد كده بتجرى لها عملية الريوة بكده احنا نقلنا هذه الشتلات من مكانها اللي كانت موجودة فيه الى المكان الاخر ادي نموزك تاني برضو موجود لشتلات بيتم اختلاحها بآلة ايضا بس حجمها اصغر ولكن بنفس الكيفية بيتم اختلاع الشتلات بكمية من التربة المحيطة بيها زي ما احنا شايفين ايدي الجزء الخاص بالتربة وايدي التربة اللي تم او الجورة اللي تم حفرها بيتم تنزلها ووضع الشجرة فيها بالكامل هنا بيتم او احنا بنلاحظ ان هذه التقنية بتتطلب آلات خاصة اذا كانت موجودة بيتم الاستعانة بيها ما كانش موجودة هذه الالات بيتم استخدام الطريقة اليدوية زي ما احنا استعرضناها في الفيديو اللي كان موجود في بداية الشغل يبقى هنا وضحنا لحضراتكو ازاي بيتم نقل الشتلات يدويا اذا كانت شتلات لنباتات متساقطة الاوراق ووضحنا مع بعض فيديو بوضح ازاي يتم نقل الشتلات كنموزج لاشجار كبيرة الحجم عند الرغبة في نقلها من مكان المشتل الى مكان الارض المستديمة او من مكان تم زراعتها فيه الى مكان اخر ووضحنا بعض الالات التي تستخدم في نقل الشتلات من مكان الى مكان اخر نشوف مع بعض النوع التاني شتلات الفاكهة المستديمة الاوراق يبقى اولنا الشتلات المتساقطة بتم نقلها ملش الشتلات المستديمة الخضرة النباتات الدائمة الخضرة يتم نقلها في اول الربيع وباللاحظ ان هذه العملية قد تستمر الى اول الخريف ويراع تجنب الفترات شديد الدرجة الحرارة او شديد البرود يبقى لو عندي شتلات مستديمة الخضرة قلنا الشتلات مستديمة الخضرة نأكد مرة تانية يجب ان يتم نقل الشتلات مستديمة الخضرة يتم نقلها بصلايا ويتم هذه المرحلة في فصل الربيع ويراع ألا تتم هذه العملية عند ارتفاع درجات الحرارة وعند انخفاض درجات الحرارة يبقى نقل الشتلات المستديمة الخضرة بيتم بصلايا نقل الشتلات المتساقطة الاوراق يتم ملش نشوف مع بعض الخطوات ادي نموزج لشتلة من شتلات الموالح او نموزج لشجرة من اشجار الموالح شجرة مستديمة الخضرة اذا ان عند الرغبة في نقل هذا النموزج من الارض الخاصة بيها الى ارض اخرى يتم نقلها بصلايا ولا يتم نقلها ملش زي ما احنا قلنا تنقل الشتلات بصلايا بيتم نقلها بمجموعة جزري محاط به التربة للمحافظة على اكبر قدر من الجزور والشعيرات الجزرية عند نقلها لكونها تحتوي على الاغرق تب هنا في ملاحظة احنا شغالين كل معلومة احنا بناخدها بنستفيد بيها في حياتنا العملية الشجرة او الشتلة المتساقطة الاوراق هنا الورقة اللي موجودة على النبات هي مصدر لصناعة الغزاء تقوم بعملية البناء الضوئي ولكن هي ايضا تقوم بعملية النتح يعني يتم خروج الماء فيها منها عن طريق عملية النتح فهنا الشتلة المتساقطة الاوراق معدل النتح فيها بيكون اقل ما يمكن لعدم وجود الاوراق فهي تحتفظ باكبر كمية من الرطوبة اما الشتلات المستديمة الخضرة نظرا لوجود الاوراق عليها فهي هذه الاوراق تقوم بعملية النتح يعني استخراج الماء او خروج الماء من داخل النبات الى خارجه يعني بتستنزف مخزون النبات من الماء ولذلك يفضل ان يتم او يجب ان يتم نقل الشتلات المستديمة الخضرة بصلاية للمحافظة على المجموع الجزري والمحافظة ايضا على كمية الرطوبة في منطقة انتشار الجزور لتعود الفاقد الذي تفقده الاوراق عن طريق عملية النتح نشوف مع بعض الخطوات تقليع الشتلات الفكهة المستديمة الاوراق المنزرعة بارض المشتر قبل ما نستعرض الخطوات نفكر بعض ايه هي نمازج للنباتات المستديمة نخيل البلح الموز عندي ايضا من النمازج الزيتون عندي الجوافة عندي المنجة عندي الموالح بصفة عامة كل النباتات دي نباتات مستديمة الخضرة يبقى عند نقل هذه النباتات او دائمة الاخضرار نقل هذه النباتات يتم نقلها بصلاية ما هي الخطوات اللي موجودة اول حاجة بيتم ريء ارض المشتل المنزرعة بالشتلات الفكهة المستديمة الاوراق ثم ايضا تترك حتى تجف الجفاف المناسب يبقى ارض المشتل تم ريها بالمية زي ما حصل فيه شتلات الفكهة المتساقطة هيحصل فيه شتلات الفكهة المستديمة الاوراق الخطوة التانية اذا كانت الشتلات المستديمة منزرعة على خطوط بالمشتل يتم تسوية سطح الارض اي ازالة حدية الخطوط يبقى اول حاجة لو الارض دي كانت مزروعة على خطوط بيتم تسويتها لسهولة الحفر واستخراج الجزء نمرة ثلاثة يتم تقليع الشتلات المستديمة بعد ازالة السرطانات والافرع الجانبية من على الاصل في منطقة التطعيم والحتة المهمة اللي احنا قلناها ويقلم حوالي ربع الى تلت النمو الخضري الجزئية دي مهمة جدا وعامل مهمة جدا في نجاح الشتلات المستديمة الخضرة انه يتم خف المجموع الخضري الى التلت او الربع احنا قلنا ان الاوراق او الجزء النمو الخضري بيقوم بعملية النتح يعني خروج المية من داخل النمات الى خارجه وانحنق الشتلات من الارض المزروعة فيها الى الاراضي المستديمة فهنا في مرحلة نقل الشتلات بيتظل فترة حتى يتم اعادة نمو الجزور بشكل طبيعي وممارسة دورها في امتصاص الماء من داخل الطربة فيجب علي هنا تخفيض نسبة النمو الخضري بشكل كبير بتصل الى حوالي تلت او ربع الكمية الخطوة اللي بعد كده بيتم تحديد دايرة حوالي قطرها حوالي 40 الى 50 سنطي حول ساق الشتلة ثم باستخدام لوحة تقليع والفأس الفرنساوي يتم عمل حفرة بشكل مخروطي بحيث تحيط الطربة بالشتلة ويتم استخراجها بصلايا بحيث يكون عرشها من 10 الى 15 سنطي يبقى هنا سؤال مهم هل كل الشتلات بيتم نقلها والعرش بتاعها او الجزء النمو الخضري بتاعها طوله من 10 الى 15 سنطي لا الكلام دا لو انا بتكلم على شتلات صغيرة العمر بيتم نقلها في هذا الحجم ان هي النمو الخضري بتاعها او العرش بتاعها الطول بتاعه من 10 الى 15 سنطي ولكن هنا اذا كانت عندي شتلات كبيرة العمر زي ما احنا شفنا في النموذج اللي احنا تم استخدام الالة فيه يجوز نقل الاشجار مستديمة الخضرة او المتساقطة الاوراق في اي وقت من العام باستخدام الالات الكبيرة التي تحافظ على منطقة انتشار الجزور يبقى اول خطوة بيتم ري الارض ري جيدا ثم بعد ذلك يتم باستخدام الفأس ولوحة تقليل عمل الحفرة حول الشتلة وبيتم عمل حفرة بشكل مخروطي ليتم سهولة الحصول على الجزء الخاص بالطربة المحيط بمنطقة انتشار الجزور بعد كده في الخطوة رقم خمسة بيتم لف الصلية بقشر ارز او الخيش المبلل بالماء ثم يتم ربطها بحبل من الليف حتى لا تتفادث زي ما احنا شفناها في الفيديو اللي موجود معنا بالرغم انه كانت لشتلة متساقطة الاوراق ليه بيتم عملية الربط حتى لا تتفتت الطينة حول منطقة انتشار الجزور او نقول حول لا تتفتت او تخلخل منطقة انتشار الجزور بعد كده بيتم نقل الشتلات التي تم تقلعها الى مكان مظلل مع استمرار ترطيبها بالماء حسب الحاجة لحين الزراع والنقطة دي مهمة جدا يعني هنا وانا بتضرب داخل المدرسة لابد ان اكون حاطت في ذهني الفترة اللي هيتم فيها انتقال الشتلة من مكانها الى المكان المستدين لو عندي عدد كبير من الشتلات هيتم اقتلاحها على مسافة كبيرة او لفترة طويلة كل شتلة بيتم اقتلاحها بيتم وضعها في مكان مظلل ثم يتم ترطيب الخيش اللي ملفوف به منطقة انتشار الجزور على فترات ثم بعد ذلك بيرعى برضو بعد المسافة اللي موجودة بين منطقة المشتل ومنطقة الزراعة في الارض المستديمة هنا براحز سرعة نقل الشتلات بتساعد على جودة او تقليل نسبة الفاقد عند اجراء عملية الزراعة الجودة في استخراج الشتلة من الطربة ولفها بشكل جيد ايضا يقلل نسبة الفاقد الحفرة على الابعاد المناسبة اللي احنا حددناها بيقلل نسبة الفاقد اجراء عملية الري وترك الطربة للجفاف المناسب ايضا يساعد على الاهتمام بالشتلة والاحتفاظ باكبر نسبة من النجاح عند نقلها الى الارض المستديم نشوف مع بعض نموذج كده لنقل شتلة من شتلات الموالح ادي اول حاجة احنا عملناها واللي احنا قولنا عليها بيتم تخفيض المجموع الخضري بيتم قص الافرع والسرطانات اللي موجودة بيتم خفض المجموع الخضري الى اقل جزء ممكن بيتم ازالة السرطانات زي ما احنا شايفين في منطقة التطعيم ده سرطانة موجود فيه على منطقة الاصل بيتم ازالته يبقى احنا قفضنا المجموع الخضري ازالنا السرطانات اللي موجودة بجوار النبات بعد كده بيتم الحفر حول منطقة انتشار الجزور زي ما احنا شايفين ثم بعد ذلك بيتم استخراجها من التربة ادي نبات او نموذج من النباتات المستديمة الخضرة باستخدام لوحة تقليع بيتم الحفر احنا قلنا بيتم الحفرة على بعد او مسافة تبعد عن المنطقة الخاصة بالنبات حوالي تلاتين سنطي زي ما احنا شايفين بيتم باستخدام لوحة تقليع عمل الحفرة بشكل دائري بعد كده حيتم اختلاع هذه الشتلة بالكامل ونقلها الى الارض المستديمة بلاحظ دايما اه وانا شغال اشوف عيني على منطقة انتشار الجزور اذا كانت الشتلات كبيرة الحجم يتم اه رجوع اه قليلا حتى لا تتعرض هذه الجزور الى التلف وبعد ما اصل الى العمق المناسب بيتم اه قطع وازالة الجزء الرئيسي هللاحظ هنا ان كل مرة وانا شغال براعي ان انا احافظ على الجزور بقدر المستطاع لان كل ما بيتم هذه العملية دون الضرر اه او الاضرار بالجزور بشكل جيد اه بيتم المحافظة عليه بعد كده اه دي بيتم اه قلع الشتلة من مكان زراعتها الى المكان المستديم بعد ما ازالت الشتلة بيتم زراعتها مرة تانية يبقى احنا هنا اه مع بعض اه اتكلمنا في جزء اه مهم جدا واول الاجزاء الخاصة اه بالمهارة العملية اللي معانا اللي هي زراعة شتلات الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المستديم لكي يتم نقل الشتلة من مكان زراعتها الى المكان المستديم انا بيتم اه وضع مجموعة من المعيير اول معيير عندي هل هذه الشتلة مستديمة الخضرة ولا هذه الشتلة مستساقطة الاوراق الحاجة التانية هل الشتلة تم زراعتها في الارض مباشرة ولا تم زراعة هذه الشتلة اه داخل اكياس في حالة زراعة الشتلات داخل اكياس انا مش هواجه اي مشكلة في اثناء عملية النقل يتم نقل الشتلات المزروعة داخل الاكياس في اي وقت من السنة لاي نوع من الشتلات مع تجنب الفترات ذات درجات الحرارة العالية والفترات ذات البرودة المنخفضة يبقى هنا ملحوظة اذا كانت الشتلة اللي عندي مزروعة داخل اكياس يتم نقلها في اي فترة من فترات العام مع مراعاة تجنب نقل هذه الشتلات في فترات ارتفاع درجات الحرارة والفترات التي يحدث فيها انخفاض شديد في درجات الحرارة اما في حالة زراعة الشتلات داخل ارض المشتل وضحت هنا ان انا كان عندي كم طريقة للزراعة عندي طريقتين لنقل الشتلات من الارض المزروع فيها للمشتل او ارض المشتل الى الارض المستديم في حالة زراعة الشتلات في ارض المشتل انا ببص عندي اشوف نوع الشتلة اللي عندي هل هي لنبات متساقط الاوراق ولا لنبات مستديم الخضرة اذا كانت الشتلة لنبات مستديم الخضرة يتم نقل الشتلات باستخدام او بيتم الحفر والمحافظة على الطربة اللي موجودة في منطقة انتشار الجزور بنقول عليها اسمها نقل الشتلات بصلايا يعني بيتم الحفر بعيدا عن منطقة انتشار الجزور اللي احنا قلنا مساحتها تقريبا بتكون دايرة قطرها 60 سنتي اي ان الدايرة دي نصف قطرها 30 سنتي وكده نكون عملنا عملية النقل بشكل جيد في الشتلات المتساقطة يجوز نقل الشتلات بصلايا احنا كده استعرضنا مع حضراتكم طرق نقل الشتلات لزراعة الشتلات في خنادق سواء كانت بصلايا او نقل الشتلات لزراعتها في خنادق بزراعة الملش وضحنا امتى يتم استخدام هذه الطريقة وامتى يتم استخدام هذه الطريقة وضحنا بنود بطاقة المناحظة عشان ارأيها اثناء تنفيذ المهارة ووضحت ما هي اهم المعايير التي يتم بيها الحكم على جودة تنفيذ هذه المهارة وبكده انه كن وصلنا لنهاية الجزء الخاص بحلقة النهاردة من حلقات وحدات برنامج فني الحاصلات المستنية لوحدة زراعة اشجار الفكهة ونبتات الزينة نستكمل من بعض باقي مخرجات التعلم في حلقات اخرى دمتم موفقين وحفظ الله مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة